أنا ولد شهيد عبدالإله عاد شعبان طلع ابني من واحد من 2020 الشهر الخامس إجي خبر استشاده بواحد 6-2020 مع فيلق المجد لها اللحظة ما أعطونا لا تعويض ولا رواتب ولا شي بيقلوا لنا رفع أربع كتب والتركي ما بيرد عليه التركي إذا ما بيرد عليه التركي اللي طالع أولادنا لازم يعطينا حقوق الشهداء مو بس ابني هنه أربع شهداء عبدالإله حشعبان مصطفى محمد المصطفى نديم مصطفى جياري قاسم أحمد قاسم بعدين اشتكينا بالشرطة العسكرية ما استفدنا شي لوالي أفرين ما استفدنا شي نحن نعرف أنه نسمع من أباء الشهداء اللي ماتوا عابل أنه يعطوهم ثلاثة رواتب الشهر الرابع بيجي تعويضون نحن الجسس أولادنا ضلت بليبيا ما جابوا أنا ابني طلع بسنة الألفين وعشرين مع فيلغ المجد عند ياسر عبدالرحيم طلع بشهر الخامس واستشهد بأول شهر السادس في معركة المطار بطرابلس ونحن من تاريخ ذاك اليوم لا تاريخ اللحظة هاي اللي عباكي فيه هلأ هدى يا هاي ما أخذنا تعويض أولادنا فليش ما يعطونا حقنا يعني أنا والد شهيد قاسم أحمد قاسم ابني طلع مع ياسر عبدالرحيم مع ليبيا استشهد في ليبيا صار له ثلاثة سنين ونصف أربعة هلأ لا يعطونا لا تعويض ولا يعطونا شيء ورحنا عند قابل ياسر عبدالرحيم رحنا حولنا عدة مرات ما قابلنا قالوا اشتكوا بسائلون رحنا عسائلون اشتكينا ما طلع من أمر شيء رحنا اشتكوا بسائلون اشتكينا ما طلعا شيء وقلنا مرحاوي ما طلع من أمر شيء